لو كانت دي اول مرة تعرف فيها ان انت تقدر تعمل مونتاج ببلاش من على الويندوز ببرنامج موجود عندك فعلا وانت ما تعرفش خليك معانا في هذه الحلقة وانت تعرف. لو كانت دي اول مرة تعرف ان انت ممكن تسجل الشاشة وتسجل الالعاب وتعمل فيديو محترم جدا بامكانيات موجودة عندك في الويندوز بدون استخدام اي برامج تعال معانا في هذه الفيديو. مرحبا بكم في فيديو جديد من قناتكم قناة الاجداء والتميز ابدع واستمتع. النهاردة بنشارك معكم مجموعة من الخفاية والاسرار اللي موجودة فعلا على الويندوز بس الكتير منكم ما يعرفش عنها حاجة. النهاردة اخترنا لكم بس خمسة من الاسرار والخفاية اللي موجودة عندك على الويندوز تعال معانا ونشوف. اول حاجة من الاسرار والخفاية اللي هنتكلم عنها النهاردة هو برنامج الالة الحزبة وطبعا الالة الحزبة مش الالة الحزبة العادية هنتكلم على امكانيات مخفية. عشان افتح الالة الحاسبة هدوس على علامة الويندوز مع الار ونكتب بس كالك. سي اي ال سي انتر. فتح الالة الحاسبة. ده الشكل الالة الحاسبة العادية اللي احنا عارفينه. ولكن اللي ما نعرفهوش ان انا اقدر افتح امكانيات كتيرة في الالة الحاسبة. لما ادوس هنا هوات هلاقي ان انا اقدر احولها الى الة حاسبة علمية. تمام? معقدة هي فيها كل الدوال وفيها الامكانيات العلمية. تمام? لما ادوس تاني هقدر اشوف ان انا اقدر ان انا اقدر اعمل بها حاجات اه رسومات بيانية. وفي امكانيات كتيرة مسلا على سبيل المثال تحويل العملات. تمام? هادي مسلا نقدر نشوف العملات اللي عندنا هلاقي قائمة كبيرة من العملات. هنشوف مسلا على سبيل المثال. ناخد مسلا الريال السعودي على سبيل المثال مع الدولار الامريكي. ونعمل هنا هوات مسلا نكتب واحد. تمام? هنلاقي ايه ادي هو تم تحويل الريال السعودي الى دولار امريكي. طيب ايه تاني من الامكانيات اللي عندنا? لما انزل تاني هلاقي هنا هوات الفوليوم. تحويل الاحجام. هنا هوات نقدر نحول الاحجام اللي احنا عايزينها بينها وبين بعضيها. ننزل تاني هنلاقي المسافات. تمام? يعني مسلا لما بيتكلم عن الانش تحويل الانش الى ميلي سنتيمتر وغيره. على سبيل المسال هنشوف مثلا هنا هوات الفيت. تمام? ونشوف الفيت فيه كام سنتيمتر. لقد دوسنا هنا واحد. هلا هنا هوات ان الادم فيه تلاتين آآ سنتي وتمانية واربعين ميلي. ده كان آآ برنامج الالة الحسبة وعطاك ان فيه ناس كتير ما تعرفش ان الامكانيات دي موجودة في برنامج الالة الحسب. والامكانية المخفية اللي هنتكلم عنها دلوقتي هي امكانية ان انا احدد الويندوز ابدات امتى يحصل او احدد موعيد معينة لعمل الويندوز ابدات. عشان احدد هنا ادوس على علامة الويندوز واكتب كلمة بس ابدات. هنلاقي حاجة اسمها هنفتح انا هوات هنلاقي الويندوز. هنا هوات هنقدر نختار انت الويندوز يعمل ابدات. لان فيه بعض الاوقات بتلاقي ان الويندوز بيبقى بطيق. وان النت بطيقة او زي كنت بتلعب اللعبة تلاقي فيه بطء غريب في اسناء اللعب. وده لان الويندوز ساعات بيكون بيعمل وده احدى المشاكل اللي بتواجه الناس كتير. مو بتواجهش عارفة حلها. احدى الحلول هو ان انت اه توقف الويندوز ابدات وتحدد له موعيد معينة. هتنزل تحت هنا هو تقدر تعمل يعني تقدر توقف الويندوز ابدات لمدة سبعة ايام. او تحدد الوقت اهو تحدد الوقت اللي يحصل فيه الويندوز تقدر تحدد اه الويندوز ابدات زي ما شايف كده من ثمانية صباحا لخمسة مساء ممكن ان هو تعمل على وتختار الوقت اللي انت عايزه. تقدر تعمل اهو ممكن مسلا تختار من تمانية هنفترض مسلا لعشرة برضو صباحا يبقى من الفترة طاعة الصبح من تمانية لعشرة صباحا وتقول اوكي كده خلاص هيبقى من تمانية لعشرة صباحا يعمل فيها الويندوز ابدات وما يبطق لكش الجهاز باقيت اليوم. الامكانية الجديدة اللي حاب عرفها لكم النهاردة هي امكانية ان انا اكتب ايموجي وعشان اظهر قائمة الايموجي هدوس على علامة الويندوز زائد السيمي كولون. السيمي كولون هتلاقى في الكيبورد وعلامة الكاف. هيظهر لنا هنا هو مجموعة من الايموجي تقدر تختار الحاجة اللي انت عايزها. بصراحة بتعبر عن الاحاسيس عن الحزن عن الفرح. فمجموعة كبيرة جدا زي ما انت شايف من الايموجي تقدر تختار منها اللي انت عايزه. او تقدر تستخدمها في الكتابة سواء على النوت باد او على اي ملف تاني او حتى على اليوتيوب في الكومنت بتاعك تختار الايموجي اللي انت عايزه. والامكانية اللي بعد كده اللي فيك ناس كتير جدا ما تعرفش عنها حاجة هو ان انا اقدر اخد كومي من اكتر من حاجة وبعدين اعمل بيست ليهم واختار من بينهم عن طريق ان انا ادوس على علامة الويندوز زائد الفي. مش علامة الكنترول والفي زي ما احنا متعودين. يعني هاخد مسلا كومي من اكثر من جملة. تمام? وبعدين اعمل ويندوز في اختار ما بينهم واشوف انا عايز السق ايه? عنده ودي طبعا امكانية مفيدة جدا للناس اللي بتكتب تعليقات كتيرة او عايزة تشتغل على الورد ويكون عندها كوبي ولكن بطريقة اكتر اه تقدما من الطريقة العادية. هو اول ما بادوس على علامة الويندوز مع الفي بيزهر لخيارات ان انا اقدر اختار انا عايز اعمل بيست لانهي حاجة انا خدتها كوبي. تمام? وتقدر تحدد ايه اللي يكون في الاول وايه اللي يتمسح من الحاجات اللي انت كنت خدت منها كوبي كده. وتقدر تمسح كمان القائمة كاملة. والامكانية الجديدة اللي هنتكلم عليها النهاردة هي امكانية تسجيل الشاشة عن طريق برنامج الاكس بوكس جيم بار. ده اللي موجود معنا على الويندوز بدون اي برامج خارجية. هندوس على تمام? وبعدين نكتب كلمة هيظهر لنا الاكس بوكس جيم بار. ادي امكانياته. ادي هنا هو تقدر تعمل وتقدر تعمل تسجيل للصوت. تقدر تعمل تسجيل للفيديو. تمام? هتلاحز هنا هو ان تسجيل الفيديو مش متفاعل. لازم اروح الاول افتح الويندوز اللي انا عايز اسجل منها. اهي. بعدين بتظهر علامة التنشيط. بدوس على ستارت ريكورد. اهو بدأ التسجيل اهو زي ما انت شايف بيبدأ يعاد. تقدر ان هو تتحرك عادي في الشاشة. والعداد اهو ظهر على اليمين. بيسجل كل الخطوات اللي انت بتقوم بيها. وتقدر كمان تسجل اي ويندوز تاني حتى لو العاب. بعدين بتوقف التسجيل. طيب عايز اشوف اللي انا سجلته. هندوس تاني على علامة الويندوز مع الجي. تظهر لنا هو الاكس بوكس جيم بار. تقدر هنا تشوف الفيديوهات اللي انت سجلتها. سي ماي كابشر. وادي. الفيديو اللي احنا سجلناه حالا دلوقتي. طيب انا مجد كمان اتعرف على الامكانيات التانية والاعدادات. عن طريق السيتنجز علامة الترس. ادي نهوة الجنرال المعلومات العامة لو عايز تقرأ. وتنزل تحت تلاقي الشورت كاتو ديت من اهم الحاجات. لو عايز تغير الشورت كاتو هنا تفتح الجيم بار عن طريق الويندوز مع الجي. وهنا تقدر تعمل سكرين شوت. وهنا تقدر تعمل تقدر طبعا تغير الشورت كاتو ديت حسب اه رغبتك وحسب الفيفوريت بتاعك اللي انت بتفضله اثناء اللعبة اثناء عملية التسجيل. وتقدر تحت تختار اه ريسيت كمان لو عايز ترجع الاعدادات تاني بعد ما غيرتها. هنا على الشمال كمان هلاقي اعدادات الاوديو. هنا هوة الاعدادات هتلاقيها يعني هنا بيزهر لك كل اعدادات الصوت. وعلى اليمين لو عايز تركب مايكروفون معين بتشوف هنا امكانيات الميكروفون او الميكروفونات اللي رجبها عندك على الجهاز. ده كانت رؤية عامة للاكس بوكس جيم بار لتسجيل الشاشة بدون اي برامج خارجية في ويندوز تاني. والامكانية الجديدة اللي هنتكلم عليها النهاردة هي امكانية عمل منتاج للفيديو عن طريق الويندوز بدون برامج خارجية عن طريق برنامج موجود في الويندوز. عشان اطلع البرنامج دوت هروح على تمام? هندوس على علامة ستارت. وبعدين نكتب فيديو او فيديو اديتر. تمام? هيظهر لنا هنا هو اسم البرنامج. هندوس عليه. تمام? ساعات بعض الويندوز هات بتكون نازل معاها. الويندوز هنا هو مش نازل معاها. فبنا نتك انستول. هيفتح لنا الماركت بتاع الويندوز. وهو زي ما انتم شايفين برنامج مجاني. بتعمل جيت. تمام? او فيديو اديتر. بتنازل هوت. وجاري دلوقتي عملية التحميل. تم التحميل. بعدين بعمل اوبن. بيفتح معنا البرنامج. طبعا هيطلب برميشن. تمام? اكسس يور انفو. اوكي? يس. هنخليه ياخد البرميشن اللي هو عايزه عشان يفتح لنا بعد كده الملفات الداخلية والفيديوهات. واقدر اعمل فيديو اديت عن طريق البرنامج. هو بياخد البرميشن اللي طلبه. ادي البرنامج عندنا. هنهوت بيقول لك انت محتاج تستخدمه في ايه? عندك ولا الكونتينت ولا البزنس. يعني انت عايزه في التعليم ولا في صناعة المحتوى. هنقول مسلا صناعة المحتوى وهل انت ولا حاجات كتير. فهنختار مسلا لو انت بتلعب عايز تسجل الفيديو. اسنان ما انت بتلعب. ادي هو. وكمان اشاف امكانيات كتيرة جدا تقدر تحدد الفيديو اللي انت عايز تسجله عشان انهي منصة. هل انت عايزه عشان خاطر اليوتيوب ولا عشان خاطر الجيمينج ولا انستجرام. نختار اليوتيوب. هنا هو عدد كبير جدا من التمبليتز. نمازج فيديوهات تقدر تركب عليها بس انت صورك وتغير الكلام اللي موجود. زي ما انت شايفين نمازج كتيرة. طبعا تقدر تشوفها براحتك وتاخد وقتك في في الاطلاع على اللي موجودة دي كلها. هنا هو احنا هنعمل الفيديو بتاعنا. هنعمل ونقول هنبدأ عملية المونتاج. ادي البرنامج فتح معانا. هنضيب بقى الفيديو اللي احنا عايزين نعمل له ادت. ممكن تجيب الفيديو عندك هو من وان درايف ومن على جوجل درايف ومن على برنامج زوم. او تجيبه من الانترنل ميمولي المساحة الداخلية بتاعة الجهاز بتاعك. تختاره هو باي فيديو. نختار الفيديو قادي يزهر عندنا هو على الشمال. هنسحبه في التايملاين تحت عشان نبدأ. اهو ادتو تايملاين. ندوس على اعلامة الزاد او نسحبه. خلاص ادي الفيديو قدامنا اهو. هتلاقي هنا هو عمليات كثيرة جدا للمونتاج. تقدر بها تعمل عمليات فلترة. تعمل زبط اللون. زبط سرعة سرعة الفيديو نفسه. تضيف صوت. تقطعه. تقسمه. حاجات كثيرة جدا تقدر تستخدم بها البرنامج هنا هو. وطبعا هو امكانياته معقولة جدا بالنسبة ان هو برنامج مجاني. وبعد ما تخلص الفيديو تقدر تعمله اكسبورت وهنا هو بيقولك هو تقدر تختار الجودة اللي انت عايزها. هنجرب هنا على سبيل مثال مثلا. هقص مثلا الفيديو دوت. نعف هنا ونعمل سبليت. اهو اسمنا نصين. هنمسح جزء منه. ونعمل نختار الجودة اعلى جودة الالف تمانين. اهو. هنا هو بيقولك عايز تحطه فين? يعني ممكن تقولك فيه على جوجل درايف او على اي برنامج او حتى ترفعه ديركت على اليوتيوب. نبدأ الاول نعمل كريات فيديو. اهول الفيديو جاء التحميل. ادي خلص التحميل. ظهرت لك هول علامة على الشمال. تم عمل اهو. عمل بشكل مباشر على طول على جهازك. وتقدر تفتح الفيديو وتشوفه. اهو. ادي الفيديو اللي اصناه. واللي عملنا عليه التعديل. ده كانت رؤية سريعة لبرنامج المونتاج اللي بينزل مع اه الويندوز تين بالمجان. لو اعجبتكم الامكانيات والاسرار اللي تكلمنا عنها النهاردة. ياريت ما تبخلوش على قناتكم قناة الابداع والتميز. لايك وسبسكرايب في القناة. ونشوفكم في حلقات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله.